طبعا لو لاحظته هتلاقوا كل كلامي قائم على فكرة أن الطفل ينام في مكانهم منفصل وأنا هنا برد للمرة مش عارف الكام على الناس كتير قوي ألاقيهم مثلا يبعثوا أو حاجة زي كده فيقولوا ابني مبيرضاش ينام وبيفضل طول الليل مساحيني وأنا نايم جنبه وأنا مش عارف إيه أنا أعرف بشكل شخصي أعرف نمازج يعني أسر لما حصلت الولادة وجي طفلة أو طفلة يعني بلاقي أن الأب والغير مكان نومه يعني الأب بقي نام في مكان تاني ولاقي أن الأوضة بتاعت النوم بقى اللي يعني مفترض بتاعت الأب والأم دي بقت بتاعت الأم والطفل أو الأم والطفلة وده غلط تماما فإذا تعذر أن الطفل ينام في مكان نومه منفصل يعني تعذر ده لأسباب اقتصادية أو أسباب تتعلق بمساحة المكان تمام؟ فممكن أن الطفل ينام في مكان نوم الأب والأم بس بشرط حكتين أول حاجة أنه لازم ينام في مكان نومه منفصل يعني ينام على سرير لوحده وسرير الأطفال دي كتير قوي وفيه منها اللي بتعمل عمولة عند النجارين وفيه منها اللي بيتباع ويعني موجودة على كل المستويات وتلائم جميع المستويات الاقتصادية احنا بنتكلم في الصح دلوقتي ثانيا ان احنا بقى بعد عمر ست شهور لازم الطفل ينتقل خارج الغرفة ينام في مكان نوم تاني يعني انا طبعا مش عق يعني بتكلم في المتوسط في مكان الإقامة المتوسط اللي فيه يعني مكان نوم ممكن يتم توفيره للطفل حتى لو قفلنا مكان في الصح يعني لو افترضنا ان المكان ده فيه قوضة نوم واحدة يعني تمام لكن لو فيه قوضة نوم تانية او مكان يصلح انه يكون مكان خاص للطفل ارجوكوا اعمله كده على طول بعد الست شهور يعني من ست شهور لسنة ده على اقصى تقدير لكن بشرط انه الجزء الاول بقى اللي هو ست شهور او الفترة الاولى دي ما ينامش معاكوا على السرير لازم يكون فيه سرير منفصل اشتركوا في القناة